موسيقى بصدفان بدي رحب بكل سماع برفقنا إن كان مباشرة على الهوى على الأراضي اللبنانية أو بكل أنحاء العالم عبر موقعنا على الإنترنت بتاريخ اليوم الخميس 3 كنون الثاني 2019 وضمن برنامج كل يوم بيومه بأجواء الأعياد يلي عم نعيشها رح نستقبل شخصية عندها حماس إضافة بتوزع على عدة جبهات موسيقى، رياضة، أعمال وعيلة كمان عن كل هالمواضيع رح نحكي مع المؤلف الموسيقي مدير لجنة كرة السلي بنادن هوماتمن جي ماروكيان أهلا وسهلا فيك، نعاد عليك شو خبرنا سنة 2018 هيك من بلش بسنة 2018 نسأل دلا كانت سنة كتير حلوة موسيقيا ورياضيا وعائليا يعني على أكيد وطنيا ما كانت السنة العظيمة بعدنا نتخبط بالبلد بس إنه على نفو النادي وعلى نفو فني كانت السنة بالطائل العقل شو هو؟ يعني دقيت تقريبا بسيط مهرجينات باللبنين وكتير حفلات مش رح نتسيون بركة بكل حياتي مثل باللندن بلاديم والدوباي أوبرا اللي أول لبناني كانت عمضي فيها يعني نشكر الله حلو شو هي الأشياء الحلوة اللي مرأت بال2018 وبتقول يا راتب تكرر بال2019 2020 2000 من هلا؟ يعني رياضيا أنا تصور ما في الزوم أولى بس إنه أكيد بطولة لبنان وكاس لبنان وكل الانتصارات اللي حققهم نادي الهومانتمن هنا كانوا إذا بدك مراحل ولحظات مش حقنسيهم بحياتي ما بتصور جمهور الهومانتمن أمي اللي بيحبوا النادي حينسوهم بالمستقبل القريب موسيقيا كيف ما قلتلك وقوفي على مسرح الباليديم بلندن اللي مسرح واقف عليه من ألتن جون لأتشيرن لفرانك سيناترا لطوم جونز ولكون هوني كان بعمل سولد اوت كونسرت كان شغلي كتير كتير حلوي لقلي وخاصة أنه نهار الكنسير كنا عم نلعب أول ماتش من الفينال سو باكستيج حرام كان معي المايسترو اللي عليا وأبو كنا توترو لأنه أنا يعني عارفين أنه إذا رح نخسر جيم وان إذا رح نخسر رح يأثر على الكنسير رح أكونه معصب فلا أحمد الله ربحنا الماتش وعملت كونسير بطاية العقل وأكيد بسبتعاش دشرين الثاني كانت بالدوباي أوبرا هاوس كمان سولد اوت كونسرت ما كان في كرسي فاضي كمان لقلي وبعرف أنه هادي مرحلة كانت إذا بدك أخدتني على غير مرحلة بحياتي تعتبرها مرحلة ذهبية نعم نعم في أحد الأصدقاء قال لي ما زال جي اليوم معيك بنا نطلب منك شغلة جي بمثل الشباب الناجح و جي تيمثل الشباب الناجح لازم يعطيهم رسات كيف الواحد رغم الصعوبات رغم التحديات رغم خيبات الأمل رغم الحواجز رغم كتير كل الشباب اليوم عندهم طموح بس تا يقول هيدا الشي بس سألني كيف الروسات فالواحد ينجح ويحقق هل لازم يكون محظوظ أو لازم يشتغل أكتر أنا برأيي أول شي أنت بتخلق حظك هاي فور شور وبالإنجليزيا في مثل كتير حلو بيقول يعني الحظ بيكون دايما مع الجريء والمستعد بياخد المقدم وأنا من كل حالة بفكرة أنه فرد مرة أنه صرت موجود قصتي بتصور شوية متل قصة تنادي لهم انتبعان يعني بآخر كم سنة أنا بقتبلشت أعمل موسيقى أشتغل بالموسيقى كان عمري تقريبا 15-16 سنة كانت دق بلوبيات أوتلات وبفتخر أقول لا في ناس بقولوا يمكن بيستحي يقول إنه وين بلش أنا حطيت بوست من تقريبا من سنة ونسك كان عندي كونسرت بلندن كمان بالكادجن هول يعني كمان من مسار حدهمة ووقتها حطيت إنه وقتها شفت صورتي وهلأ هادي كانت بالكادجن هلأ صورتي كانت على أكسفورد ستريت وهو أهم بكتير فحطيت بوست إنه بلشت ووين اليوم أنا موجود قلت أنا عزفت بموقف سيارات جعيتها أنا عزفت بكتير محلات بالتباريز على الطريق دق مرة حفلة يعني عم بقلك وين ما كان يطلع لي فرصة ولهلأ لليوم بعدني نهار السبت عم دق حفلة بنايت كلب بلبنان اسمه ديسكوتاك كتير بحب دق هونيك لأنه برجع على الروتس طبعولي يلي بلشت فيهم أول شي لازم تكون بوزيتف لازم دايما تتفائل بالخير لازم يكون عندك إيمان إنه الله دايما بيحطك على الطريق الصحيح ونحنا كل نكسة صارت معنا كل شي حتى بالباسكتبول وقت أخسرنا البطولة قبل هديك السنة بـ 24 أيار بـ 25 أيار نحنا كنا عام نركب فريق جديد وهيدا بيدل على إذا بدك الروح طبعنا يلي هي ما بتنكسر وبتضلى لقدام أنا بطلب من كل الشباب إنه أول شي يقامنوا بحالهم يقامنوا بقدراتهم أنا مقتنع إنه الله بيخلق كل إنسان فيه موهبة المحظوز بيكون يلي بيلاقي موهبته يلي بيعرف شو فيه عنده يلي بيعرف موهبته يلي الموهوب نفترض بالرسم وعم بيجرب رائع الموسيقى هذا بيكون حظه عاطل هذا يكون أنا بتصور محظوز إيه محظوز أكيد أول شي ربيت بعيلي بتقدر الفم ربيت بعيلي بيعرفوا بيخافوا الله وبيعرفوا قيمة القصص بربيت بعيلي منة مادية بالمفهوم ودايما يعني كانوا يقولولي بيع الأرحمة وكان يقولي حط المصاري على راسك بتوطيك حط المصاري تحت إجريك بتعليك شو حلو ياريت كلنا نسمع منرجع المتعلمة جديد دائما وقت تحط المصاري على راسك بتوطيك وقت تحط المصاري تحت إجريك بتعليك هادي بقولها للشباب يلي عم يصعوا بس اليوم ورا الشهرة وورا المال مش ورا شي حققوا بذاتهم وانا بستغرب فيه كتير ناس بيقولولي بيقولولي انه حطيت كلها المصاري وصرفت كتير مصاري على الهومنتمان انه ليه انا بقول لهم انه على قليل المصاري اللي انصرفت انصرفت لشي منيح انصرفت لتقدر تبسط كلها العالم يعني هاديك السنة هلأ شفت معالي الوزير كنت عم بحكي معها قبل شوي انه كيف هاديك السنة فيه ناس بيقولوا الطابة ام الرياضة ام لعبة هادي كم مرة نزل خمسة تلف واحد من جماهير مع الطريقة هاديك السنة كم مرة احتفل كم مرة احتفل اذاك الاحتفال الاخير البص الفريق وقتا كان يوصل على ساحة الدورة كان الجمهور يبقى ناطره لهونيك عم بيصليله وعم بيضيفوه شامبين وعم بيفتحو القنانة والعالم نحنا اليوم عايشين بفترة فترة كئابة اذا بدك فترة اكتصادية كتير صعبة ونحنا يلي بدنا ايه هو الامل وهيدا الفريق والايادي طبعا مش عم بيحكي انا عن حالي عم بيحكي عن كل الشباب اللي عم بيشتغلوا معي لانه كل عالم بتفكر انه انا الفريق اصلا انا كنت بالواجهة يمكن انا بالواجهة بس فريق عمل كتير كبير ميناسم سيريان شانت اتميزيان كريس الباريان رافي ارسانيان كوكو ميسجيان مدير الفريق جوم جاعز ليجين الجمهور الـ SPONSORS طبعونا الـ HBL وكلهم يعني ما بدنا ننسى حدا كلنا سوا عم نشتغل لنخلي امل ليضل هيدا الشعب اذا بديك جمهور ندلهم ام الطايفة الارمانية باللبنان ايبن دون احنا جمهورنا 40% منه بطل بطل الارمانية بطل الارمانية وهيدا بتصور اكبر مجهز والحلو الاستفاف اللي بيصير انا بتفاجأ بالجمهور اذا حكمي ورياضي جمهورون وانتو عم تلعبوا مع العكس التلقائي كل الحكمة اذا كنتم عم تلعبوا ضد الرياضة معكون والعاكس صحيح هيدا الحكمة معنا لانه بيشوف فينا اذا بدك روح البيئة الانتوان شويري يعني هيدا اذا بدك بريسدان انتوان شويري دائما كان يتحدى يعني وقتا قال انه الحكمة بديوا يعمل بطل لبنان كانوا بعدهم بالدرجة التانية وزيد الشيء يلي انا عملته بالالفين وتلتعاش الفين وتناش وقتا قلت اللهم انتبين بالمئةوية راح يكون بطل لبنان بتذكر الصحفية الموجودين وقتا صاروا يضحكوا عليه انو طلع انت من الدرجة التانية قبل ما تحلم بالأولى بس وشغلي انا كزا مرة حلمت انو عم نربح البطولة حلمت شفت بمنامك او حلمت باليقز انك تحقق لا عارف عارف انو ما في شي في وقفنا حتى نحنا بقلك شغلي هلا وفي كتير ناس بيعرفوها نحنا اكتر شي منو تحرب مش من بره انا ما عندي مشكل مع الناس اللي بيحاربونا من بره يعني بوجوههم كلهم وثلاثة ربعهم بتصور حطينيهم عند حدهم وبرهننا قدراتنا بس وقتا تكون المعركة بره وجوه هادي البتعاب انا هادي الشغل الوحيد مش هنكسر لي يعني هاديك سنة كنت بتمنى انو فل وبعده انا واتا اخر مرة اخد منك حديثة على التليفون بعد البطولة حسيت انو بدي فل انا عم بليك ما بخبيه على حدا انا ما بدي يبقى بس لسوق الحظ ما حدا عم بيكون عنده جراء ام ما حدا عم بيكون عنده ازا بدك كيف ما قلنا انو يحط المصاري تحت اجري ومش على راسه لانو نحنا صرنا عايشين بتصور بيبيئة انو المصاري مش بس حطيني على راسنا للاسف ما حدا عم بيقدر يشجي وياخد هادي المهمة الكتير صعبة الكبيرة بس هي مهمة عم تبسط ازا بدك عم تعطي امل لجيل بكامله نعم وبياخر البطولة هاديك السنة وقتربحناها قلتلون اهم شي ربحناه انو البطولة هي كتير منيح يعني مقرش في كتير منيح يعني بعد سنة سنتين عشر عشرين سنة ازا فت رح تفوتي على قصص متل يوتيوب وجوجل وهيك حتشوفي حترجع تعيشي هول الايام اللحظات اجو جروب من الشباب حطوا من وقتهم من وال من مالهم من اعصابهم من صحتهم وعملوا شي وحققوا شي بيتحقق ورح يرجع يجي ناس متلي ومتل كل الشباب يلي بيشتغلوا معي ويعملوا يلي نحنا عملناه وانا على القليلة بضمن لك انه ولادي رح يرجع يعملوا رح يلعبوا اول شي بالهم انشالله رح يلعبوا جي منوكيان قبل ما ندخل كتير عالتفاصيل ونروح الى محطات معينة في سؤال حملني ايه من مصر استاذ جهاد ايوب بمصر بيسلم عليك كتير 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 بيقلك هاي ما ترجع مصر لا لا اسلوبه النقد هل طموحك بس تعمل حفلات وشهرة وخلص بعت عن التأليف الموسيقي اي متى الالبوم الموسيقي المنتظر سؤال كتير مني عن جد بس قلت له يا عمي عنده ألبومات قلني لأ سلو سلو من الالفان واربطعش اخر ألبوم نزل كان اسمه نوماد وعملنا عليه حوار انا هلأ مسجل كازغني تقريبا مسجل أربعين لحنا جديد اول شي بسلم عليه بوجه له تحية كتير كبيرة وبقل له انه سؤاله كتير زكي بمحله وانا عمل هلأ ألحان جديدة رح ينزلوا قبل الصيفية رح نزل الالبوم اول لحن رح يكون اسمه صيدة في قلبي وتاني لحن هو لحن أرمنة رح يكون اسمه أنوش يلي هي أغنية أنوش هايرينيك فعمل لها توزيع جديد وتأليف جديد زياد عليها مقاطع وبالعكس وعامل لحن كتير حلو اسمه كارا يلي هو باسم بنتي هو لحن بيانو بس وصار لزمين مش عامل ألحان بس للبيانو فين أبعط لك يا بعد وقتلك ومش على الهواء خلاص اي انا بنح اسمه وهلأ اذا بدك فينا نعمل اكسكلوزيف كرميل استيجي هاد وعطيكم أغنية جديدة بعدها منا ميكس بس فينا نحطها على الهواء يعني لمين؟ لا إلي جديدة بعد ما نزلت هلأ وين؟ هلأ بعطيك ياها اه اوكي سوف تجيب لك مفاجأة اه اوكي رح نسمعي يعني بعد المقابلين الله يرد طيب الأغنية أغنية؟ لا لحظ لحظ شو هو؟ اسمه صيدة in my heart صيدة في قلبي ليه بتحب الصيدة هلأ؟ بحب الصيدة لأنه صار في تحدي معك صار في تحدي كتير كبير وتأول مهرجين كنت تعمل بالصيدة هني طلبوني وتهددت لما أنزل اي صح ووقتها نزلت كانت من أحلى حفلات حياتي ولدرجة أنه صار لثلاث سنين وربعة بحية مهرجينات صيدة حتى وصلت أنه دلت الرئيس فوق السنيورة قال لي رح نعمل ست ليالة بصيدة رح نفتتح مع جيمان وكيان ورح نختم بجيمان وكيان سو أول شي أنا نزلت ودقت من كل قلبي وتعرفت على هالمدينة الحلوية اللي كانت رهينة لمدة طويلة من الزمن وقلت لهم ليلتا أنه صيدة رجعت للبنان فصيدة هي إذا بدك نموذج عن العيش المشترك نموذج عن الحضارة اللبنانية عندهم خصوصيتهم بمدينة صيدة كيف ما نحن عندنا خصوصيات طبعا كيف ما كل واحد عنده أنا بيحترم هالشي واللي ما عنده خصوصية ما بيكون عنده هوية واللي ما عنده خصوصية والآخر بيحترمة هيده مش شكل تاني لأنه كل واحد بيكون عنده خصوصية في حدا بيجي ينتقد هالخصوصية لا مش بس صيدة أنا قبل ما كنت أقبل إذا بدك غير المهرجينات الأساسية دائما كنت تشوف هنا ببيبلوس وببيت الدين بهالمهرجنة الاساسية. بس وقتها بلشت دق بالمناطب كلها باللبنانية شفت قديش حلوين هالمهرجنات. يعني مهرجنة ترابلوس كان بيطير الواني بوجه تحية كتير كبيرة كمان لمدام ريفي يلي بالرغم من كل الصعوبات هم تعمل شغل كتير حلو. طلعت على زحلة. افتتحت هالسنة مهرجنات سوريا اللي عملوا بقلعة تشقيف سايدة رولة عاصي وسايدة رندة برية اللي عم بيعملوا شغل جبار. كان من احلى كونسيرات لقلي هالسنة. كمان بفتتاح مهرجنات سور. عمدي علاقة شوية خاصة اذا وديك ما مدينة صيدة. وعملتها عملت اللحن وقتها كانت بالباكستيج يعني قبل الكونسيرت. اذا ما فيه تحيات على الفيسبوك. ازا بدي بلش اقرأ مرح اخلاص. وبتمنى بعدين يكون عندك وقت. اكيد اكيد. ازا تقرأ والبدي ترد عليه بتمنى عليك لانه عن جد عن جد ما عدا المعيدات وما عدا الاسئلة وما عدا التحيات. اه بشكر كل جمهورك. هيدا جمهور راجية بالنهاية. اه وبالبداية. اه. نسيلة لون وجلون تحية بلون ان شاء الله تكون سنة خير. علينا كلنا. موسيقيا ورياضيا واقتصاديا بس اهم ما شي وطنية. وطنيا نكون استقرار. انا عم نخسر وطننا قدام عيوننا. يعني تعرفي برح كنت عم بتسجل حلقة هتشوفوها بكرة مع هاد الكرم. فيك تعمل دعاية. فيني عم لديها. بكرة عشية رح كون مع هاد الكرم ببيت الكل. حلقة كتير كتير حلوية. عال امتي. مع كانت سيدة مونة ابو حمزة موجودة. وانا. وقلت شغلي انه لبنان بي اصعب اوقات. يعني اصعب اوقات ازا بديك الاقتصاد العالمي والنكسات العالمية بال2008 ما تأثر لبنان. لانه اقتصاده اقتصاد صغير. وبيتعيفها بسرعة. وقدرنا وقتها تكونترولت. بس اليوم لبنان بيشبه شخص صحته منيح وكل شي منيح وبيجنن. بس اخد الفرد وقوص حاله. يعني احنا اليوم نحنا عم نخرب حالنا. نحنا عم نخرب حالنا بيدنا. وهيدا شي غير مقبول. كرميل كم شخص كرميل ازا بدك تقوله يعني عناد كم شخص اليوم نحنا عم نخسر. عم تحكي عن تشكيل الحكومة. عن تشكيل الحكومة وقت تتعرف انه 35000 شخص هجروا هالسنة. يعني لبنان شو عنده يعني غير طاقته غير طاقته البشرية. يعني ما دل ما نحنا نخلق فرص عمل. بس رغم كل هيدا المشهد نرجع لمشهد ليلة راس السنة. لا لا يعني بترجع تسأل انه شو هالغريب يعني. لا 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 هيدا ان دينايل. لا انسية هيدا. اصد راس السنة اصحابي اللي عملوها وانا هديك السنة انا دقات بهايد الحفلة براس السنة ويعطيهم الف عافية. بس هايدا مش صورة مش صورة حقيقية عن لبنان ابدا. هيدا متل شخص عيش يعني بالعربي كيف يقول يعني عايش. مش يعني مش يعني مش قبلان واقعه. واقعه المافلس. اه ليلة راس السنة ونكون على الناشنال جيوغرافي. كذا هيدا شي عظيم. لا 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 انا ما عم بحكي عن المسار ببيروت او عسسين او بمكان تاني. انا عم بحكي بشكل عام. اسعار البطاقات بالمطاعم. شو كانت يا. يعني عم تحكي عن سفر فاصل سفر واحد ممية من العالم. في حالة فقر مش طبيعيه بالبلد. المصارف بحالة زهر. اه الاكتصاد واقف كمبليتلي. يعني ما انا انا من اكتر ناس المتفاقلين. واليوم بشيء. بس في واقع. بشيء انا برأيي ماني 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 متفاقل للالفين ستعاش ابدا. لو تشكلت الحكومة. يعني اذا لازم تتشكل الحكومة هاليومين ثلاثة بقى لنجرب نخلص شي ما بيسير. وانا انتبه انا ما بحب التوافق. بتحب. ما بحب حكومات توافق. واحد الوطني. صر نجاح اليوم. لانه منا نحنا لجنة توافق. انا عملت. في جروب من الشباب. يلي هني فرد مال اذا بديك. اجوا وعملوا مشروع ونشحوا فيه. اليوم وقت تتعملي اي حكومة فيها خمسين طرف. وفيها دجا مصطلح تلت المعطل وطلت المدري شو. يعني اذا بداية مشكل. مشان هيك عم نشوف نحنا انحطاط لبنان من سنة لسنة 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 لسنة. بالرغم انه عنا ازكى عالم. بنا نغير نظام. عنا احلى عالم. انا برأييي مع انه حكومة من نوع واحد. من لون واحد. بمشروع واحد. باخر هيدا المشروع. يا من قللهم برافو. يا من قللهم فلو. بس انه كل شي هيك بتتوافق بتصور. والمشكل انه طبيعة لبنان وتعدد طواقف فيه كمان. ما بيساعد بيجبرك. مشان هيك لازم يصير فيه تغيير شامل. ويصير الناس تتحكم على ام تتنقى على كافياتهم. ومش على. انتمائهم. لا على طايفتهم. اي انتمائهم يعني. اي 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 معه انتمائهم. وكل النزام الموجود انا ما كتير. مأتنافية. 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 انه اليوم ازا. لا ما بنسمع الشباب شباب كتير بيحكوا بهيدا الموضوع انه نحنا ضد الطائفية. واتا بتجي تزركم بمحل بترجع كل ميلي كل طرف عنده خصوصية وعنده. نحنا لازم نكون طائفية فتنة واحدة هي الطائفة اللبنانية. لبنان. انا اليوم ازا في شاب سريانة وكفوق. وفي يكون رئيس جمهورية مني ضد. ازا اليوم في شاب كاتوليكة وفي يكون رئيس مجلس وزراء. وياخد البلد. يعملوا من احسن بلدين. انا مني ضد. اليوم ازا في شخص سني. في يعمل كاقة جيش. ويكون ابا ضاي. انا مني ضد. اليوم ازا في شاب ارمنة. في يعمل رئيس مجلس نواب. ويكون ابا ضاي مني ضد. نحنا لازم نجرب. هيدا حلم بتصور. هيدا حلم. انه يكون عنا الطائفة. بدنا نروح لقدام شوي. طائفتنا تكون لبنان. نحنا اليوم وقت تكون انت سيفلي يعني انت عايشة بها البلد. مجتمع مدني. اكزا. لا مش مش مجتمع مدني. فكر مدني. ويكون لا يكون عنا تعصب وطني. طبعا. ومش تعصب طائفة. هو المشكلة لو التعصب التعصب الطائفة بينطلق من ايمان. ما كان عنا تعصب. انا احد مشاكل مشاكل ما في ايمان بس بيتعصبه لا انت ما يقول. انا احد مشاكل بنيد الهومنت من كان انه انا بدي النادي يكون نادي وطنة. يمثل كل لبنان. بكل طائفة. حققني نوعا ما حققني. مع بقلك بلا ما نخسر هويتنا. طبعا. طبعا. مع بقلك انه نبطل. لان الجمهور جمهور. طبعا. اكتر واحد متعصب لجزوره بركي انا. بس انا وطني ولبناني. واليوم النادي صار عنده جمهور بكل انحاء البلاد العربية. يعني وقت ربحنا البطول العربية. انا مش صدفة اخدت لعيب مثل اسماعيل احمد وحطيته بالهومنت من. ام لعيب مثل مكرم بالرمضان. تونسي. انا كان بدي اعطيه هالطابع العربة للفريق. لما يخافوا منه. ما ينقزوا منه. ما يفكروا انه هيدا فريق متعصب ارمني. مسيحي. هيدا فريق غياضي لكل لبنان. وانا اليوم بشجع كل العالم. اللي بتحب بسكتبول حلو. انه يكونوا من انصار نيد الهومنت من. ويشجعوا نيد الهومنت من. هيدا شي ما بيوطينا. هيدا شي بيعلينا. طبعا. طبعا. وتتروح على النباطية ويعرفوا انه يشوفون ويقولولي نحنا كلنا مع الهومنت من. هيدا اكبر انتصار لقل. واللي بيلا بيحضروا اللعبة بيستمتهم. يعني كانوا عم بيحكوا عن مباراة سنت الماضي كنت اسمع. هالسنة نهار لاحد كان في مباراة شوية راسية. صح. بس عم بيحكي عن سنت الماضي. اه. واتا يعرفوا مسلا انه انا بيشتغل بسودفان. كمان كأنك انت بتنتمي لهمات من باللواعي عند عند الجمهور وعند الناس. واتا تحكي بيحكوك عن اللعب بشكل غريب. حافظين تفاصيل 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 اللعب. اه. جيمان وكان من هون بدي ادخل مباشرة انت اسأل. السنة الماضي حكيت عن تركيبة الفريق. نعم. وتركيبة الفريق كانت ناشحة. وهالسنة يمكن كان في عنكم صعوبة بتركيب الفريق اول شيء وصار شيء شوية انتقادات وشوية شو. بدي هاي لك ايها. اي اي اعطيني من الاخر. بدي روح لك مش ع هاديك سنة قبل هاديك سنة. اوكي. قبل هاديك سنة كان فريقنا في العربي بحبها الكلمة كتير مدجج. 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 بس. لتنقلوا للمستمعين مدجج. يعني معهم حدا قوي كتير كتير كتير. يعني معبه. اسلحة اسلحة. في التاكي يعني فادي الخطيب نديم سعيد دوين جاكسون عطير ماجوك. اسامي يعني اذا ما بتفهمي باسكت. بتقولي مجرد. خسرنا الفينال ضد نادي الرياض الشائع. ولو ما انضرب. احبايت هيدا نادي الرياض الشائع. ايه اكيد نادي الرياض الشائع. كلهم انضرب شائع. كلهم انضرب شائع. وانا بس لقلك النهار الثلاثة بواحد الشهر دقات. عيادة. لا دقات ارسو لواء العرقجة اللي هو. وهدية كانت اذا بدك. من نادي الهومان تمان. لما اقول انه من جيمان وكان. حلو. نحنا ما عنا اخصام. انا اخصام على الملعب. بس نحنا كلنا بالنهاية اخوة. وانا شخصيا انا ربيان براس بيروت. يعني عندي اذا بدك تفاهم وانفتاح كتير. على نادي الرياضي. وعلى باقي الاندي. نحنا وقت اخسرنا البطولة. تاني نهار ودينا فادي الخطيب. ناديم سعيد. ناديم حاوي. اتير ماجوك. كيفين جالوي. دوين جاكسون. يلي هني كانوا الفريق كلهم. كل العالم فاكرت انهم راح ينزل على الدرجة التانية. ربحنا البطولة. بس وداينيهون. هالسنة فالمن عنا. مش حلوة كلمة وداينيهون. ما تعقدنا ما. ما جددنا. لا بيحبوا جمهورنا هالكلمة. لا لا غد جد انو في فيها شغلة. لا 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 خلينا عوداينيهون. لك لك شو. ما علي. شو قوي. هالسنة. وفادي الخطيب. هو راح لها. فادي الخطيب عمل مصلحته. بتصور ندم. اكبر غلطة بحياته عملها. وزاوجته بتصور. هي خليها تقولك اذا عمل مزبوط راح شانبيلا عمل غلط. بس شو صار بوقتها. يعني البعض قال. لا عرض مالي. لا يعني سبب مادي. ما. ناثنج مور. هو كان بده كونترا سنتين. نحنا ما كنا مقتنعين انو فادي في يلعب سنتين بعد. بسبب عمرو. وما كنا مستعدين نخليه اكتر من سنة. بس فادي خاينة وفادي حبيب قلبنا. وفادي اجا ليربح بطولة مع الهومانتمين. ما قدر يربح البطولة مع الهومانتمين. كان اسابة. كان اسابة. صور الهومانتمين بده يربح البطولة كان لو شو ما صار بالفين وتمنتعاش. ونحنا اخدنا القرار الصائب ازا بديك. انو ما نتعاقد معه ونغير الفريق. نحنا صارنا اربع سنين كل سنة بنغير الفريق كومبليتلي. هالسنة لما تزعلي انت. واتعينة. 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 مجددنا التعاقد مع اليشا معون. مع كرم مشرف. مع اسماعيل احمد الوحيد يلي كان بدنا ايه. بس احترمنا قراره لانو اسماعيل احمد هو ابن النادي الرياضي اربطعشر سنة معون. وانا قلت له ازا بتروح على اي نادي غير الرياضي راح ازعل منك. بس ازا بتروح على نادي الرياضي راح هنيك لانو انت ابن اصل. وهي ده اللي صار. هايك. رايق على نادي الرياضي اول واحد هنيه هو انا. دقيت له هنيته. لانو نحنا ما كان بدنا قول اللعقيبة. كان عنا تصور تاني للفريق. وقلتك بصراحة كنا عم جرب نعمل فريق انه محترم. بس صلوات الجمهورة بتصور صلوات امهاتنا دايما ان احنا الله دايما بيحطنا على الطريق الصحيح عملنا فريق احلى من هديك سنة. هون بدي اسأل شغلي ما بفهم فيه عن جد بس تشرح لي اياها جي ما نوكيا. فضل. وتنغير الفريق. يعني انا مسلا بشتغل بصود فان صلي تسعة عشر سنة. وتشتغل بهيدا الوقت تسعة عشر سنة بصير عندي انتماء بصير بيعرفوني وبعرفهم اكتر بصير وتبدي اعطي بعطي مش للازاعة او اللي كون عم بعطي للجو العام اللي عم بعطي في. الناجح. بالرياضة. اللي اقلك بالحياة. نعم. مع بحكيك بالرياضة. The only constant is change. المهمية هادي تذكرية. شي الوحيد اللي ما بيتغير هو التغيير. دايما في تغيير. ازا بتعرفي. تعملي تغيير بما كان لانتي. ازا بتعرفي تتعاملي مع تغيير. بتضيني. تطوري. نحنا بتطور مستمر. اليوم ازا انا رح قلك اسماء. ماروان زيادة. باتريك بو عبود. جرار حديديان. كريم زينون. هول الاسماء ازا بتقولي اليوم نوي تقولي انه هدا فريق بالمرتبة الاول. صح. وش بدون يعملوا. ليه. ش بدون يعملوا. لانه اليوم انت فيك تروح عالسوبر ماركت تجيبي. انا جيب انجريديينس وانت جيبي انجريديينس. انا عامل اكلي مش طيبة. وانت تعملي اكلي كتير طيبة. هون كل الكريدت goes to the coaching staff. والادارة. مع ال coaching staff. يعني نحنا الادارة والكوشنج ستاف واللاعيبة. هن جزء لا يتززاقون عن عن بعضهم. مشان هيك. عطينا اي نوع من اللععيبة. نحنا بنعرف نخلق الكيميستري. ومنفهم باسكتبول مع كل احترامي لكل الاندية. انا بتصور رئيس لجنة الوحيد غير جاسم انه انه ماسك طابة باسكت يعني. انه يكون اخواتنا بنادر رياضة ام بيك. بيك. بيك تلتر بيك لنا. ما بتذكر حدا لاعب باسكت منهم. يعني. سو نحنا بنفهم اللعبة كتير منيح. والكوشنج ستاف طبعا. شو بيمرق على. والكوشنج ستاف طبعا لاعب باسكتبول كتير. يعني انه جو الكوتش الوحيدة اللي ريبح بطولة لبنان كلعيب وكهد. اه مدرب. اه وانا بتصور الوحيدة اللي ريبح بطولة لبنان وكنت لعيب. يعني جاسم انسو مش ريبح بطولة لبنان. سو بالدي ان اي طبعا موجودة الباسكت ونحنا شو ما بتعطينا بنعرف ان ركب. يعني اليوم جيوا حديديان. يعني كلهم عم بيقول مفاجأة الموسم. انا لقالي ما كنا كتير متفاجأ لانه عارفين طاقاته ونحنا عم نعرف نستعمل طاقاته بالطريقة المزبوطة. كريم زينون وقت قلت عنه انا هو بمستقبل كرة سل لبنانية كانوا مودينه بنادي الرياضة ما بدون ايه. نحنا اخدناه عملناه يا لطيف. اسماعيل احمد هاديك سنة وقت قالوا عنه لنادي الرياضة انه خلص وخطير. كبر. اجعل عنا ربح بطولة. فهدي الخطيب زيت الشي. احمد ابراهيم بوقت حكيه عنه انه وانه انه ما بيسوا اجعل هم انت ما نعمل يالي ما بينعمل. يعني بالتركيبة الموجودة اليوم. نعم. رح تحقق بطولة. ازا الله راض. ازا منلاقي المساعدة نحنا اليوم مشكلتنا مش باسكتبول. مشكلتنا انه ما حدا عم بساعدنا. يعني نحنا كل تمويل طبعنا هو ثلاثة ربع تمويلنا غير ارمنة. اكتر من تسعين بالمية. ازا بتشيليني لقلي مية بالمية. بس عم بقلك تمويلنا ثلاثة ربعه غير ارمنة. غير انه اصحاب عم بيحطوا دعايات. مؤسسات صغيرة عم بيحطوا دعايات. بس عم بقلك المين سبونسور ستب قولنا شوفة امسالنا غير غلو الموجود على الشورت بازا بدك بسبونسورشيب صغير. باقي كلهم ساميلي واحد من ازا بدك من الطايفة الارمنية. نحنا اليوم مشكلتنا هي انه وقت اطلعنا من الدرجة تانية على الاولى انا قلت انه الارمن معهم الميل حيوقفوا حد النادي ويساعدوا النادي ما وقفوا. قلت بركي مش مقامنين بالفريق. وصل الفريق على الفاينل فور لاول مرة بتاريخه زيت الشي. قلت بركي الارمن ما بحبول. لا بدهم انه اكتر انه نوصل فينال. وصلنا فينال ما صار شي. طب قلت بركي بتعرف شو. بس نربح البطولة حيساعدونا. ربحنا البطولة. بعد ما صار شي. اليوم نحنا اوكي بفهم البلد كله. طبعا. كريز اقتصاد. عم تحكي عن عن اه نادي نادي متل هومانتوين عمره مئة سنة. اليوم وقتها تطلع مثلا على فريقنا الفوتبول. يعني قلبي بيجعني. هلا لانه قلبي بيجعني. لانه انا مني مني قادر اعمل شي لالون. لانه نحنا بننخلص بالباسكت. بالباسكت معا بنقدر ننخلص. واليوم ازا من منقصم اه تركيزنا عم المصاري اللي عم تجينا. بده يصير في. على الاتنين. بالاتنين رح نسقط. نعم. بده الواحد يركز على مكان. اكزاكت. سو ان شاء الله كمان انا بتمنى يلتقى حدا. اه متل الجروب يلي معي. اه يقامنوا بهذا. لانه نحنا بنحب الفوتبول يعني كنادي. وحرام هيدا النادي ينزل على الدرجة الثالثة انا شايفه نازل يعني مطل الصاروخ. ما عندي اي امل. وانا عم بقلك المشكلة مشونة اللاعيبة. الفوتبول. بوجهرهم تحية كتير كبيرة. طبعا. على كل شي عم بيعملوا كل التضحيات. الامكانيات. نفسية. لا لا مش امكانيات مادية حتى ما بقفر انا معهم. يعني انه وصلوا انه ظهرهم على الحياة يعني الشباب. ظهرنا. انا معهم. كلنا. يعني ما فينا نحنا نبعد حالنا عن فريق الفوتبول. بس اليوم اللي عم بيصير بفريق الفوتبول هو مجزرة. وكل واحد وهيدا المشكلة عنا بالنادي. انه ما حدا عم بتعاقب. يعني في ناس عم بيجوا على ادارات. وفي اه في ليجان عم تجي وتروح. وتحرق دين النادي. ازا بدك ما تجيب ولا نتيجة ولا شي. وما حدا حدا عم بيعاقبهم. هو اللي زيت العالم عم بيرجعو. ازا بدك اه 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 يجوا وينحطوا بمراكز كمان مهمة. في منهم عم بيتكرموا حتى. يعني هن جابوا مجيبوا غير البلا والفشل لنادينا. ما ما رح نعمل متل نقد يعني. لا مش بورين نعمل نقد. انا براقي لازم اصير في لجنة. مش هيدي بغرف مغلقة افضل. لا 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 لا. عادي للرأي العام. انا براقي لازم اصير في لجنة تقديبية. اه لجنة تقييم. لجنة تقديم. تقييم وتقييم. اي 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 اي. لك انا شو. اليوم ممنوع. ممنوع فريق الفوتبول ينزل على الدرجة الثالثة. ممنوع يبقى بالدرجة التانية. حتى. ممنوع. ممنوع. لازم يرجع. ممنوع. نعم. ممنوع. لانه صرنا تعودنا مع هيدا المشكلة. وقتا بتتعودي لك الربح والاخسارة هني عبت يعني عادي. صح. وقت تتعودي عن الربح ما بقى بتخسري. بتصير اي بتصير بدك اكتر. بدك اكتر. متل فريق كرة تسلي. يعني متل بنات الهومانتمن اللي كمان بوجه لهم. السيدات. السيدات. كل الاكيب يلي معه. اه. مش من هالسنة ومش من سنين. سنين ماضية اللي عم بيع. اه. خلص صار معوض. الاخسارة كمان عادي. طبعا. اه. هون بدي اسأل. اه. وقتا يكون في اسماء اجنبية. بتكون عم تنحط مصاري اوقات بقوله بمحل الغلط. وهيدي مش عم بيحكي عن الهومانتمن عم بيحكي عن كل الاندية. وتيكون في اسماء اجنبية بندفع علي مصاري كتير كبيرة. بينما في لاعب لبناني مش معروف كتير بس عنده زات الامكانيات. ليش من روح الاسماء الكبيرة. وهي دا اللي ما عملتوا انتوا بالهومانتمن. ليش? سوري. سوري بس. اي كنت عم بترد. اقول الوقت هيكون في اسماء كبيرة اجنبية بنحط علي كتير مصاري. تلاقي في مواهب لبنانية ما بتنحط ما بتنعطي فرصة. اوقات الاسم هو يلي بيعطي باور اكتر او بيعطي طاقة وحيوية للاندية. ليش ليش من روح الاسم. لا الاسم ما بيجي عالفاضة. دايما الاسم موجود. لانه في في تاريخ وراء. في نتائج وراء. يعني اليوم نحن وقتها نمضي لعيب متل والتر هوج. يعني مش بالصدفة اه حقه غالي. ام اه لانه والتر هوج ربحان مرتين الانسي اي يلي هي اقوى بطولة يعني بامريكا. ولعيب كتير كبير. ام وقتها تجيب لعيب متل اسماعيل احمد. ام اي لعيب هولي لعيبة يلي عم بيقلك يهن يلي اه غاليين بيكونوا. مش هيك انه بتعطيهم تتفاعلون. يعني لازم نكون وبيكون عليه ضغط كتير كبير. لانه العيب يلي يلي ما عنده شي. بيكون عليه امال. يعني بده بده يحقق هذه الامال. ومشين هيك يعني نحنا دايما وقتا نكون اه عم نمضي لعيبة بيعرفوا حالهم خاصة مثل نادي مثل الحومان بان احنا متطلبين كتير. يعني كا ادارة وكا آآ كمان المدرب. فا بيعرفوا حالهم ادي آآ بدهم يتعبوا معنا. انشعالتك على الملعب. ام. عم نشتغل عليهم. ايه كيف حبيت بكتير هلا بكتير برودة عم بشتغل عليهم. ايه انا شوي آآ يعني اوقات بيركب 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 المشكل او. بيركب دايما بيركب المشكل. تبلي الشي لا. لا لانو نحنا وي ار. وي ار تو بالفريق. يعني انا مني من نوع العالم. كل اللي جني حتى. من نوع من العالم انو جايين اوكي نحنا شغلتنا بس نقمن مصاري اموت افر. لا نحنا الفريق. نحنا جوات الفريق. نحنا على كل سفيرة مننفعل. على كل باس مننفعل. وبتصور هايدي من اسباب نجاح الفريق كمان. انو منا منها ازا بدك مقصومين كمبليت لعن. شو اللحظة الانفعلية اللي مرأت بالالفان واتمنتعش على الملعب وبتقول يارات ما مرأت ويارات في محية من الارشيف كونك عم تقول كل شي مقرشة في اليوم. ولا واحدة. اه كلهم مبسوط فيهم. حتى الشتم. اه. هاي الحقيقة. الحقيقة ما فيها تكون هيك ازا ما يكون فيها طلعات ونزلات. ازا ما فيها انفعال ما فيها مشاعر كيف ما بيقول اه كازم السهر عنده غنية حلوة كتير. بيقول ازا بالحب ما نتعب اه وما نتعذب. ازا ازا بليلي ما اتقلب فلنلغي المشاعر ازا ونموت بالمرة. ازا ما فيها الانفعال والزعل والربح والاخسارة بتصور الحياة مقلة طعمة هيك. الربح بيجيب صدقات او بيجيب عدوات. لا عدوات اكيد. عم بيقول لك كل العالم كانوا يحبوا الهومانت من كتير. بتلاقي هلا في كتير ناس بنتقدوني انه ما حدا كان اه يجيب سيرتنا هلأ صاروا بيكرهونا وبيصبونا وعلى مواقع التواصل اجتماعي صار عنا اعداء وكزا بنبسط صار عنا اعداء لانو صرنا صرنا قوية. دايما كانوا يحبوا وبتصور هايدا كان ستيريو تايب شوي سئيل عن الارمن. ايه الارمنة اه ما بيتعطى اهدمة ما بيحكي. اه مفاكريننا انه هيك انه نحنا زوار بها البلد. دايما بقول انه ما حدا يزايد على لبنانياتنا. الارمن موجودين بلبنان قبل المسيح. قبل المسيح? اكيد. الفين سنة قبل المسيح حتى. يعني الارمن اجوا من وقت الملك دي كران كان في يعني كان في ارمن بلبنان. انا عالتي بالالف واتمانمئة وثلاثة وستين اجد على لبنان. معظم الارمن اجوا بالف وتسعملية وخمسطعش. طب هيك بعرف بس ما عبر. قبل ما يكون في دولة لبنان. اي 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 قبل دولة لبنان بعرف وبعرف. وما حدا انا دايما بقوله ما حدا يزايد على لبنانياتنا لانه في شغلة رفيق وخيل كبير يعني اه ساعدت النايب هاجوبا كرادوني مرة قالي شغلة. قالي كل واحد بيقلك شي عن الارمن. قل له انه على القليل الارمن. عن اللبنانية من اصل الارمنة. ما اشتركوا بالحرب الاهلية اللبنانية. وهيدا اكبر وسام على صدرنا نحنا. كمان بضيف اه اه نائب اجوبا كرادونيان شغلة كتير منيحة. الاحصاء اللي صار باللبنان. يلي كلنا نحنا اليوم عنا هويات بالاحصاء. بوقتا كان في ارمن. يعني ما حدا نيفكر انه مربحينا جميلة بالموضوع. مشان هيك وقتا قوينا صار عنا قعداء كتير. وفي كتير من اخواتنا بيقلولي بيلوموني انه انت سبب انه العالم عم بت انت عم تطلع وتعلي اه اه تعلي الدوز. اه انت عم بتكبر راس. الحم بالله. لاناك تستفز لاناك. بستفز وبنفز. ايه. ايه تستفز يعني انه مش متسامح و اه. متبلا متسامح. بس انه. اوقات. بوعد و بوفي. يعني مثلا البطولة اللي صارت اخر اخر بطولة اللي صارت. تتذكر اللحظات كنتوا رح تنسحبو كنتوا رح توقفو كبه. لا هونيك لانه كان في خطر على الفريق. يعني في لحظات يعني عاشا اللبنانيين. انا عم بالسجع. اه اه بالفنال. اي بالفنال. احنا كل مرة مننزل كنا على نادي الرياضة. لا كمان نادي الرياضة. نادي ما انه متعوض على الخسارة. كنت عم بحكي. ايه مين بيتعوض. ايه. نادي الرياضة اخر 16 سنة ربحان 15 بطولة. ايه. سواء نحنا جينا وقلنا له انه لا انه. اسمح لنا. ايه اسمح لنا فيها. و ما اتقبلوا بيروح كتير رياضية لانه كل ما كنا نربح منهم فينال. يكون كاس لبنان ام ام بطولة لبنان. ما كانوا يهنونا يعني. و نحنا كنا نعمل العكس قبل بسنة. مارزة بتتذكري. انا وزعت الميداليات على على شباب نادي الرياضة واعتبرت انه هيدا عرس لبيروت. لانه فريقين من بيروت. سو هني ما بيدلونا ما تعملوا معنا. وبتصور هيدا بركي. لانه الرئيس هشام الجارودة كان فل وصار فيه رئيس جديد. بركي قلت خبرة من قبلو. ام ما تقبلوا هالشغل. و نحنا هيدا شغلة شوي. بس هي تقليد معروف بالرياضة انه اللي بيخسر بهنه اللي بيربح. و اللي بيربح. نحنا اول ناس حتى هلأ بكاس السوبر الماتش هيدا الاكزابيشن جيم اللي نعمل. اه كنا اول ناس هنينيون انا رح انتو هنينيتهم بالعكس. يلي ما بيعرف يخسر ما بيعرف يربح. بس كل ما ننزل على المنارة ايضا نحنا بنعتبر حالنا ببيتنا بالنهاية هيدا ملعب ملك بلدية بيروت ونحنا كلنا قلنا فيه كفرق بيروتية. اه شوي فيه شتائم بتصير بتطيل حتى زوجتي وعائلتي. بس ماش الحال انا بيعتبر انهول ازا بديك هافويت. والمشكل انه كمان ادارتني دي الرياضي ما عنده هال ازا بديك. ضبطشو. على متل ما نحنا عناية. نحنا انا بفتخر. لا بس بفترة كمان جمهوركم. ما في شي بنعمل. ما في شي بنعمل. لا 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 في بلا. ازا بدك. مو وفاتكم. مش مو وفاتنا بس ازا بدنا نوقفها بنعرف نوقفها بدي اياه. بتعرفوا. اكي. بس الوقت ما بتوقفوها. لا. لان انتو بكون هيك. لا. بس ما بنوقفها. لان ايام نخلي جمهوري فش خلقه شوي. اه لانه بيكون شايف شو عم بيصير عم نحنا كيف عم ننشطهم بغير ملاعب. ما فيها تقطع. لانه كمان وقتات يصير فيها هالكبت عم هالاحتئان. ونحنا نضلنا بمفهوم انه يلي بيدربك اخدك الايمن. يعني نحنا نص بنص جايين. يعني اكيد نحنا الناس مؤمنين. بس يلي بيدربنا اخدنا الايمن منكسره كله. وش انهم نبرمله الايسر. نعم. تجربة الحياة الرياضية يمكن تكتبها يوم من الايام بكتاب. ايه والله لازم. او فيلم سينمائي توسيقي. لازم. لانه عن جد اه هذه الخبرة وهذه التجربة بتستحق انه الواحد يضوي عليها وتكون محطة بالحياة. بدك تضيف شيء عن رياضة لان بدي احكي شوية موسيعة. لا خلاص. لا رياضة حكينا كتير رياضة. بكرة حضروا المعتش على الستة ان شاء الله نربح. بكرة اه هما تمام ضد رياضة. ضد رياضة. وعلى صدارة الالية. الله يسطر. لا. اه بكرة ايه بتقطع. انا برأي خلص. الجمهور انتو عندكن الموضوع. يعني. لانه جمهور هو اللاعب الثالث. السادس. السادس. انه خمس لعيبة. لا لا الثالث يعني انه اللاعبة والادارة والجمهور. لا جمهور اذا هيك هو اللاعب الاول. هو الاول. اكيد. لا مش. وبالهي كل شي عم نعمله هو يكرمي لها الجمهور. ما تفاكري ما. احدا عنده غير غاية. انا الشغلة بالعكس مصلحة خسارة بخسارة. بس كيف ما عملك بهالاوضاع الاقتصادية الصعبة بدنا شيء امل. بدنا حدا يعطينا امل. وهذا الفريق هو عم بيعطي امل. للشباب. للشباب. لا مش بس للشباب. لكل لكل المناصرين نادي الهومانت من يكونوا صغار امتبار. خاصة عصر نساء عريض. ايه عريض متواجد. نحنا جمهورنا عيال. وهذا شيء منفتخر فيه. انه عيال تجيب على الجيمز تبقولنا. ولاد بيجوا كتير. وبالنهاية نحنا هيدا هو الهدف الاساسي تبعنا. انه يكون ملعب ملعب مزهر ملعبنا. هو محل للعيال تجي تقضي وقت. وتبني ذكريات. بكرة وين رح تلعبوه؟ بالمنارة. بالمنارة. بكرة بالمنارة. بس كمان يعني مدينتنا عم نلعب مدينة بيروت والمنارة ملعبنا. نعم. وعشية العيد. عشية العيد انا عام بعزوف بديسكوتك بالكارانتينة. وتجربي حلوي كانت لان اذكرتني ببداياتي وقتا كانت ضئ بالكلبس. ومن فترة لفترة بحب ارجع هالكلبس وضئ. الموسيقى. الموسيقى هلأ فيه ألبوم. متل ما فهمت من الاول انه فيه ألبوم. متل رح يصدور. كم مقطوعات. خمسة عشر. واو. كتار. كتار لا. بس اي عن اربعة سنين مش كتار. ازها حسب لما. ازها كل اربعة سنين يتنزل. اي لا مش كتار عن اربعة سنين. اه بعدك بزيت ال الهوية. هوية دقيقة. او او طورت. او. اي دا انا. لا تشبهني موسيقتي بعدها. يعني فيها النفحة الاربانية اذا بدك. فيها الحس الشرقي اكيد. بس هي معمولة بطريقة حديثة. لانه انا حياتي بعيشها بطريقة حديثة. ومعمولة بتقنيات حديثة اكيد. و مش انه عم بعيد نفسي. بالعكس لا. موسيقتي عم تتطور وعم تتغير. لانه قصصة بالحياة عم تتغير. والموسيقتي هي عبارة هي ازا بدك اتسمرر. انا مرأي عن حياتي. الشخصية العائلية الرياضية الاستفزازية انا حسب كل تجربة بتعيشها بتقال لدي شيء موسيقي بعبر عن هيدا التجربة. ولا مرة قلت بحياتي يلا هلأ لازم قدم البوم قبل الصيفية. والدليل واضح انه انا اخر اربع سنين اه اول شي عم دق كتير حفلات اكتر من قبل. سوما كان عم بيصير لوقت انه سجل موسيقتي واكيد رياضة اختت كمان وقت كتير. وين رح تسجل بلبنان امبروط لبنان. انا بسجل سجل اسم بلبنان بسجل اسم بره بسجل كتير بلندن وبولايات المتحدة ومكس وماسرينج بعمل بباريس دايما. يعني بالبورتوغال بسجل. جولة يعني. جولة اه بالموسيقات شو حت سمي العنوان او. بعد من مقرر. من مقرر على العنوان بس انه هيدا رح يكون البومين رقم اربطعاش. تقريبا مسيرتي. وبعد بكير للعنوان يعني. العنوان اخر شي بسميه. بس كل مقطوعها سجلتها. بلشت تسجلهم. لا. في كتير بسميهم بتواريخ. في كتير بسميهم بالمكان اللي بكون متواجهة فيه وقتها عم بعملها. بحاجة يعني. في مقطوعتين عملتهم لمهرجانات بيروت وقتها. اه. واحد اسمه وجوه. واحد اسمه تحتك يا بيروت. اه. هولي اغاني. رح ينزلوا كتير يه. مغنينه. مغنينه. اه. اه. اه سوا في قصص. شو بتفترق عندك. تألف مقطوعا او تألف اغنية. اه يعني اغنية. لأنه في كلام. هولي كلام من لا. استياس جورش خباز وواجه له تحية كتير. طبعا وواجه له تحية ومنعيده على الهوى كمان وقتها اعطاني الكلام تذكر وقتها كانت بي بيت العائلات على البحر حطيت الكلام على البيانوه ودقيته ضغري الاغنيتين وقتها يكون كمان الكلام حلو وقوي هو بياختك لمحل معين الموسيقى دايما أصعب لأنه تلحني الموسيقى لأنه أنت عم تعيشي حالي وفي قصة وعم الترجمية بموسيقى فدايما بتختلف قده بينطلب منك من مطربين ومطربات أنه يلحن جي لقلون بينطلب كتير بس أنا تصلي فترة طويلة ومقرر أنه ما لأنه بدي يكون صادق مع حالي وما بدي أعمل شغلتي أنه دكانة ببيع موسيقى لا بحدا بقلك عم تهين الملحنين لا أبدا كل واحد بيقرر حياته الملحنين ما بينزلوا ألبومات ما بيعملوا حفلات كتير لحالهم قليل من الملحنين فيه مثل مروان خوري اللي كمان بوجه له تحية كتير كبيرة بس هو بيعمل أغاني لأله بس هو ذات الشيء أنا بعمل بدي أعمل الأغاني اللي عم بعملهم بعملهم لألي ونهاري اللي أنا عبالي أعمل شي لحدا رح رح دق لهالشخص وقل له أنه عملت لك غنية بس رح تكون هالغنية لا هالشخص متفكر فيه متصور كيف دي غنية سامح صوته كون هندي الكلمات وكل شيء فتعاستو بي بارسنل لازم كون فيها العلاقة الشخصية ومش بس أنه عبالك تشري لحم بالدقيلة وبتجي لعندي بتشري لحم لا مرحمة لا صوتي ما بينفع أبدا جي مروكيان بتحكي كتير عن قازم السهر معقول يجمعكن اي معقول يجمعكن عمل من تلحيناك لأنه عادة هو بلحن لحاله هو بلحن لحاله وقازم يعني إنسان عظيم أو لأنه بيافها أين كذا حفلة كنا بكذا مهرجين هالصيفية كنا تقريبا ثلاث مهرجينات سوا وراس السنة عاملين تقريبا ثلاث أربع مرات حفلات راس السنة بالكازينو سوا وبيجمعنا مدير أعماله كمان اللي هو ميشيل حايك فقازم من الناس اللي ايه عمفعن يعني بحب موسيته كتير من أنا وصغير بسمع له شو الغنية لسمعتها بالألفين وثمنتاش وحب بيتها عربي عربي ناتينك سباشل يعني بعدني بالعربي بحب وردة جزائلية بحب فيروس وحب زكي نصيف بعدني هونيك ما كتير بسمعها جديد أنا سمعت لجوزيف عطي أكيد تلات دققات أبو يعني كل الصيفية 2017-2018 كان واشتغلت معه كتير أبو غنى معي كذا فيستيفال وإخيرا كان بالكوت ديفوار وكمان صديق والأخ جوزيف عطيه كان معي بمهرجينات صيدة وراح معي على الكوت ديفوار بحفلي وتعرفت على أغانيه مجدداً لجوزيف وكتير حبيتهم وهو شخص بطايل العقل والشغل معه حلو وعنده أنرجي كتير حلوة فهولي هالصيفية كانوا يعني هولي اللي بتعرفه يعني ما سمعت شي نجوة كرم الجديد ما سمعت ما سمعت بس عبالي عبالي ما سهد لي ما سهد لك راغب علامي وأغني دندجة طار البلد ما استفذتك شي تسمعه لا لما بتصور ما كذب الزلم يعني لا بس سمعته أو ما سمعته ما سمعته ما سمعته آه حتى ما سمعته بس بتصور هو كان عنده جرأة يقولة أنه طار البلد سمعته هيك مختطفات مختطفات مش كامل هي مش قصة الفكرة مش أنه الغنية هو العنوان هو العنوان بتصور كان كافيا يعني شو ما غنى شو ما قال يعني كانت عطت زيت الوقع يعني أنا أنا بحبز الفكرة وبحبز أنه كان عنده جرأة أولى وبرافو عليه وعن جد أنه طار البلد وبعدنا عهدين مش عارفين كيفنا يتقصموا القطو يعني شو ما فإذا فيه قطو بس يتقصموا بعض فيه فيه لو ما بيتخنعوا ليك لو ما في لو لبنان منه دسم مش كل عائلة تتخنع عليه طيام كتير منيح العائلة بتسلم عليك عندك وقت لألون موسيقى سفر هماتمى شغل مين هيدا هيدا جي سوف يشوفوني على التلفزيون وتصور كتر ما بيشوفوني لا قد ما فيه قدي وقت معهن هلأ مثلا خلص من عندك عندي بعيد عنك بدي عزي صدي توفت ولدته الله يرحمه وبعدين بدي روح معهن على السينما اليوم انجاز انجاز كبير انه في وقت اهم من بطوط لبنان هيدا اي اليوم اكيد هني اهم شي بحياتي عندي صبيان وبنت جننتني هني اهم شي بحياتي وزوجتي اكيد اللي الله يصبرها يعني بتيبط على عجلني بتصور خد ما متحملتني ومتحمل الهومنتمير ومتحمل لا وتتعرفوا وتكون الرجل كتير بيشتغل برا شو دور المرأة جوه بالبيت وتتشيل البيت كله على عتق عائلة وولاد وإدارة وكل شي بس اخبركم يعني المرأة شو بتعمل اسئلة سريعة اذا بدك تعانوا من سنة الالفين واتمنتعش حط العنوان نجيح سنة الالفين وتسعة عمل بسنة الالفين واتمنتعش محطة استثنائية واحدة دبي اوبرا الفين وتسعة عشر موعد من اليوم بتعرفوا ناطرو فينال بطولة لبنان الفين واتمنتعش لقاء بشخصية كنت بعد ملتقيت فيها او ما تعرفت علي عن قرب وغيرت نظرتك للشخصية للامور شيخ منصور بن زايد الفين الفين واتمنتعش شخصية اللي بتتمنى تتلاقى فيها بلاديمير بوتين دخل لك موعد لا الفين واتمنتعش ما او 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 اللحظة او النكسي الوحيد اللي مرأت بالالفين وتسابع التمنتعش بدك تمحيها ما بهم حيشي حتى لو نكسي ام نجاح هيدا هيدا الحياة لازم تتقبلي كل شي بالحياة الاخسارة الفشل كل شي تقريد شغلة هديك نهار بيقلك كتير مهمة بتقول being happy is not having any problems يعني مش اذا ما عندك مشاكل بتكوني مبسوطة بس بتكوني مبسوطة واتا تعرفي كيف تتعاملي مع المشاكل بالالفين وتسعتعش لحظة استثنائية رح تجمعك ب فلاديمير بوتين شو رح تقلو عبكفل رح يسألو اذا سامع بنادر هومانتمن سانة طبي اسمع شو رح تقلو موار شو رح تقلو يعني بس انه بحكم عملي انا بظلني يعني هلأ بواحدة وثلاثين جنفير عمدق مسلا حفلة كتير كبيرة لليونيسيف بابوضابي وحفلات من هالنوع دايما بيكون فيها شخصيات سياسية كبيرة هديك السنة متل هلأ تقريبا تعرفت على كانت بحفلة تعرفت على بالكلينتون تعرفت على فالنتينو تعرفت على كتير ناس يعني انا بحس حالي محظوظ دايما انه بحكم شغلي بيكون عندي دايما هالفرص انه تعرف على ناس كتير مهمة وفي ناس بتغير لك تعرفي بيهاندشيك بتحسي انه حياتك بتغير وقتها تعرفت على على البابا كمان فرانسيس يعني كانت لحظة ما بنسيها بحياتي وبتحسي اذا بدك هال اداسة في هال بساطة في اللي بتخليك هيك يكون عندك خشوع دايما كمان لحظة مؤثرة كانت كتير بحياتي من كم سنة يعني نعم جي مانوكيان ناطر حدا نقلك باردون بالعام 2012 كيف انتها جي مانوكيان ارمانية تلعت منها او عادة حدا نقلي باردون لا انت بك تقول بعتذر عن شي ابدا لا ناطر ولا لا ناطر ولا بعتذر يعني انا دايما هلا انا برر القصص شوي زيادة براسي انه بكون حامل الشغلة لكن ما فيه اكيد فيه ناس ازوني ام جربوا يأزوني و يلي نجح بسامحوا يلي فشل بقلو جرب كمان وانا ازا فيه ناس زيتون عن غير قد رحقول شي سائل ايه لا ما بحياتي بقزي حدا يعني انا وعارف حالي عم بقزي ما عندي هالتفكير ابدا لانه بقامن تير بالكرمة انه كيف ما شو ما بتعملي بترجع عليك ونحن ناس من خاف الله تزرع بتحصد مية بالمية تزرع بتحصد شو بدك تعطيني سكوب بالاخير ما في ما في كله خبره ازا اللي اراد ازا ضلينا عم نلعب الطريق عم نلعب فيها حنرباح وبكرة بقلهم احضروا عشية عاد الكرم حيكون شو كتير حلو خاصة نحكينا كتير عن ازا بدك عن الطايفة الارمنية وعن طريقة عيشنا وعن اكلنا عن عيداتنا ف it's a christmas special وبحاب عيد كل الناس بعيد الميلاد يلي رح يكون هالجمعة وقال له ان شاء الله تكون سنة خير كمان على الجميع واهمة شي ان شاء الله ما بدي بيين كتير كليشي بس انه عن جد تشكل حكومة ان شاء الله قبل عيد الميلاد طبعا هن قالوا قبل عيد الميلاد بس ما قالوا اي عيد الميلاد فهذا اخر chance يعني في بعض الروس بسبع شهر بس انه ومبعدة صار بنا ننطل لسنت الجهي عيد الميلاد عيد الميلاد 20 كانون الاول فان شاء الله ما يكون هذا العيد الميلاد ان شاء الله انا بدي اشكر حضورك وصيرك متل تقليد سنوي نحن وياك ايه كل السنة من عيد سوا على الهواء شكرا لقلك يعطيك الف عافية لانتي من اكتر ناس اذا بديك ضلوا على الراديو وضلوا حافظين على النفو طبعون الفكري ومهنيتك يعني عن جد بهنيك وبهني ازاعة صوت فان واذا بتسمحيلي بالارمنة لابد ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر